السلام عليكم اه يوم ما حنتكلمو على بعض القرارات اللي جات في مجلس وزارة الاخير هذا اللي نعقد اليوم اه خمسة وعشرين جوليا الفين وعشرين وما جاء في هذا الاجتماع اذن اولا اه ان نبدأ بالقرار الاول وهو اه اه التنصيب الرسمي للحكومة الجزائرية الهذه الحكومة المو التي تم تعيينها مؤخرا اه كان تجاه الانتخابات البرلمانية اللي جرات. ثانيا تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية وتاني هذا هذا الخبر الاخر هام هو على مستوى الاحتياطي الصرف الذي يبلغه حاليا حوالي 44 مليار دولار مقابل اه 53 مليار دولار اه في نهاية سنة 2019 وهذا الانخفاظ اه كما هو مباين يعني انا ناتج للازمة اللي يتمر بها الجزائر اه والتمر بها كل دول العالم وعزمة الكورونا. اه الثاني في القطاع الداخلية التحذير للمشروع قانون نردع بخصوص جرائم المحروقات اللي يحرقوا الغابات اه والتصدي بكل حزم المحاولة المتكررة للتخريب وخلق الندرة حيث انه يصل العقاب الى السجن المؤبد. ثم في قطاع المواد المائية والامن المائي اه كان اندلاق مشروع تحلية مياه البحر قد تصل الى خمسة بحطات كبرى تتجاوز قدرتها الانتاجية تلتالف اه متر مكعب يوميا لكل محطة. هذه على مستوى المدن الكبرى. الاعتماد على السدود بنسبة عشرين بالمية. وهذا غير نسبة ضائلة. والمياء الجوفية بنسبة عشرين بالمية كذلك. ومتى بقى من النسبة عشرين بالمية. اه يأتي من اه على تحلية مياه البحر. اه يعني يعني وهذا لا يتم استنزاف حيث لا يتم استنزاف المخزون تعالى المياه الجوفية. وهذا اما ضروري لان الاغلبية تعالى الكاثفة السكانية موجودة على السواحل. اه البحر المتوسط. مكتب دراسات اه اه او لجنة مكونة اه من اطارات القطع اه انتعى اه المياه لاحصاء دقيق. اعمالية توزيع المياه وطريقة الاستهلاك يعني الاستهلاك المياه. يعني نونكتاد كما نقول احنا يا اه. ومن المخرجات كذلك المتعلقة بالتضابير الصحية لمواجهة اه كوبيد كورونا. العودة للنظام الحجر الصحي بدءا من ساعة ثمينة مساء الى غاية الساديسة صباحا في ولايات الاكثر تضررا. ورفع لسبة التلقيح اكثر في الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة وكذلك يعني هي بين مدن ذات اكبر كثافة العاصمة وحران قسنطينا وورقلا تحديد ثانيك هدف فوري لتلقيح اثنين فاصل خمسة مليون شخص في العاصمة وبنسبة خمسين بالمئة من سكان الولايات وهران قسنطينا بسطيف وورقلا واستكمال عملية التلقيح اه في كل الولايات الاخرى واعوان ادارات اه وطنيا ومحليا وكل اعوان تال ادارة العمال يعني العمال تال ادارة في كل التراب الوطني سيتم تلقيحهم ومضاعفة عملية التحسيس يعني التحسيس الاعلامي على اوسع نطاق ممكن وتحسين المخزون وانتاج الاكسيجين هذا امر ضروري اه لمواجهة اه مضاعفات انتعلم الكورونا واطلاق عمالية اه خير اه خارق كبرى فرص لصيانة وتجديد المشاءات واجهزة تموين بالاكسيجين بالمؤستاشات الاجتشفائية يعني هذا كان لازم اه باش نعاود ان نكبر واقتناء واحدات انتاج متنقلة للاكسيجين فورا دعما للمشتشفيات الكبرى ولتوفير هذه المادة الحيوية وصل اه وصل الى الدفع الاولى من مكثفات الاكسيجين للاستعمال الفردي اليومي اليوم والمقدرة بالف وخمسين وحدة على ان انتصل الى ستة الاف وحدة نهاية شهر جاري يعني هذو الاسبيراتور آآ 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 را يتم آآ جلبهم بكمية تصل الى ستة الاف وحدة في آآ آآ اه اه في آآ آآ اه نهاية هذو درسج إذن آآ هذه هي القرارات آآ 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 اتخذت هالحكومة وحنا نعتبرها القرارات هذه يعني على مستوى تطلعات انتع الشعب الجزائري وقرارات جيدة وحازمة لكن 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 ننتظر التجسيد على الميدان وسنتابع كلنا مدى تحقيق هذا البرنامج وهذه السياسة التي اتخذت هذه القرارات التي اتخذت في هذا اول 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 مجلس وزارة جديد بحكومة الجديدة وبالبرلمان الجديد وبالجزائر الجديدة ننتظر التجسيد في الميدان والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر